تعين راوي الباجي رئيساً مديراً عاماً جديداً لشركة فيات الجزائر أعلنت شركة ستايلنتيس ستايلنتيس الرائدة في صناعة السيارات في منطقة إفريقيا والشرق الأوسط أن إحداث تغيير في فريقها الإداري في الجزائر لمواصلة تطوير قطاع صناعة السيارات في الجزائر كل كين قطاع وراح كين صناعة السيارات وراح فقط نطوروه فقط شوف استخدام الكلمات الخداع والماكر وقالت الشركة عبر بيان صحفي اعتبار أن واحد جوان يعين راوي الباجي اليوم يتكلم على أمس يتكلم على واحد جوان يعني قرار تخذها على السريع يعين راوي الباجي رئيساً مديراً جديداً لشركة فيات الجزائر خلفاً للسيد حكيم بطهرة الذي تم تكليفه بمسؤوليات جديدة في المجمع ستايلنتيس وجاءنا المدير الجديد لشركة فرات فيات راوي الباجي يتمتع بخبرة بخبرة تزيد عن 15 عاماً في مناصب المالية وإلى آخرها هذا تعليق سريع اللي أريد أن نبقى هنا كثيراً تعليق سريع يقول لك أنهم غارقين وأن شركة فيات اللي جابوها وقالوا ستخرج من شعار 50 ألف سيارة وأنه راهي غارقة والشركات الصينية اللي جابوهم راهي الناس يلقوهم عبارة عن مرات عبارة عن سامحوني الكلمة سيدي برويت يعني براوت يعني كثيرين رأوا في أحداث أسعارهم مرتفعة جداً من قارنة لهيئتهم يعني وذلك الأسعار القديمة اللي في الجزائر هي أغلى مرات من هذه السيارات حتى وإن كانت هي أصلاً غالية هذه السيارات وموضوع السيارات هذا رأى مغارقين فيه منذ سنوات طويلة جداً والإيطاحة بالمدير العام والإعلان عن ذلك يوم أو يومين قبل وتعيين وحد آخر إذا شفت هذه الأشياء وشفتها على السريع عرف أن هناك مشكلة مما يعني أنه وش رأي يقولوا الناس على صناعة السيارات هذه حقيقة وش رأي يقول هذه العصابات كذب كذب في كذب السيارات في الجزائر هي من بين أغلى السيارات في العالم يعني كذب السيارات هنا اللي مر عليها فيت عليها خمس سنوات ولا ست سنوات في الجزائر تتبع مرتين سعرها اللي تتبع به في فرنسا ولا في بلجيكا أو في بينما الدخل معدل البلجيكي والفرنساوي هو على الأقل عشر مرات أكبر من دخل الجزائر شي غير معقول وغير مفهوم وصناعة السيارات اليوم ما هيش صناعة الطائرات مش صناعة الرقائق مش تكنولوجيا النانو مش هذه الصناعة معروفة عمرها مئات سنة أكثر من مئة وعشرين سنة ومئة وثلاثين سنة منذ بدأت هذه الصناعة في دول بدأت وراء الجزائر راي تصدر بلدان مثل الهند الصين الآن راي عندها يعني وش كان موجود في الجزائر لما خرج الاستعمار الإجرامي من منظومة صناعية كانت متفوقة جدا على الصين مشابهة أو متفوقة على تركيا متفوقة على المغرب متفوقة على دول مثل بولندا كل هذه الدول راي تصدر وتصدر إيران راي تصدر أحيانا مئات الألاف وبعضها طبعا الصين صدر عشرات الملايين مش مئات الألاف أطراك مئات الألاف المغاربة مئات الألاف ما الذي يجعلنا نغرقه في كاسما؟ الفساد ما كاشو حتي بلاستو المعرفة الرشاوي الجهلاء مسكي البلاد الخبثاء مسكي البلاد النصوص مسكي البلاد الفجار مسكي البلاد هذا هو البلاد ميش في أيدي الشعب الشعب دايلي نخديم يتحقر ويتظلم ويسجن وطبعا كثير من الشعبي واللي يصبح يتصرف كانه ليس بشر إلى آخره لماذا تغرقون في صناعة ما رأى نجد تكلمه على صناعات جديدة ما رأى نجد تكلمه على صناعة السيارات الكهربائية مثلا تكلمه على صناعة معروفة منذ أكثر من مئة سنة لماذا ما زلت تغرقه؟ وحتى هذه التعفيات هو تركيب هو تركيب ليس صناعة هو نفخ عجلات مع ذلك يغرقون